ماذا عن محمد عبد المنام والعروض اللي سمعناها من نادي النصر ونادي التحاد جده السعودية؟ طيب مبدئيا كرة بس عشان ناخدوا الأمور واحدة واحدة هل هناك عروض وصلت للنادي الأهلي تخص محمد عبد المنام من أي حد؟ لا الإجابة لا هل هناك عروض شفاهية لمحمد عبد المنام أو وكلاء بيتكلموا معاه؟ آه هل ده النهاردة؟ لا من يوم 3 يوليو لحد النهاردة أكتر من شهر؟ كله كلام شفاه طيب تواصلنا مع الناس في نادي أي النصر والتحجد النصر والتحجد وعكس ما يتردد أنه الناس بتقول أنه مش موجود أصلا على رادار النصر والتحجد خليني أقول لك القائمة بالأسماء وممكن الناس تسمعك كم ده الأول مرة الأسماء اللي النصر بيفوضها وبالمناسبة هي أسامة كبيرة جدا والأسامة اللي التحجد ده بيفوضها وترتيب محمد عبد المنام فينا على القائمة دي حالو يلا بينا رقم واحد ستيبن سيفيتش مدافع أتلاتكو مادريد دمين نلقوا النصر والتحجد النصر النصر اتنين لونجلي عنده بشكل كتير أو مع برشلونة وهم عايزين ياخدوه من برشلونة المختلفين على قيمة المالية وبقالهم فترة في القصة دي تلاتة مدافع فريق بروسيا مونشنج اللي تبخ دولي الياباني إيتا كورا وإيتا كورا في صراع مع نابولي هو حابب يروح نابولي ويلعب بالشامبينز ليج وخاصة بعد ما المدافع الكوري انتقل من نابولي لباير ميونيخ فعندهم مشكلة في قلب الدفاع أربعة محمد عبد المنع أربعة محمد عبد المنع في أولوية النصر رقم أربعة خمسة إيريك بايلي هم عندهم مشكلة في إيريك بايلي إنه هو إصاباته كتير عشان كده تحط في لعب منشستر رونالد طبعا إصاباته كتير وكان بترشيح بالمناسبة من كريستيانو رونالد إنه هو يكون موجود لدعم المشكلة الدفاعية فيما يخص النصر في ترتيب محمد عبد المنع في القائمة دي رقم أربعة إدروا يجيبوا رقم واحد إدروا يجيبوا رقم اثنين إدروا يجيبوا رقم ثلاثة فهو موجود في القائمة هل في عروض رسمية تانية بعدها لأ ما فيش عروض رسمية خالص حلو طيب اتحاد جدة اتحاد جدة أول لعيب اتحاد جدة وكان عايز أستكتب اسم كبير بعد إصابة أحمد حجازي كان سيرجيو راموس من باريس سان جرمان أمور صعبة جدا سيرجيو راموس حابب يأخذ التجربة دلوقتي بيفضل أنه ينتقل لو هينتقل من بي اي جي إنه يروح فريق انتر ميامي فالأمور وقفت رجعت تاني رجعت تاني في تنافس ما بينهم وبين أهل جدة أنا وارد جدا تلاقي أهل جدة خد سيرجيو راموس وارد جدا اتنين كان العيب بارشلونة السابق وبلعب فيه الدوري الفرنسي في نيس هو اللعيب رقم تلاتة لعيب رقم اثنين روديجير روديجير هم عايزين يجيبوا روديجير ريال مديري درافت تماما اتخلى على روديجير بأي مقابل مالي في الفترة الحالية لكن أنا بقول لك القايمة بتاعتهم ماشي ازاي أربعة محمد عبد المالي فهو رقم أربعة في اختيارات النصر رقم أربعة لكن أربعة من خمسة هنا هو رقم أربعة من أربعة وأخيرا في خياراتهم اللاعب المحلي الوحيد اللي بيحاولوا يجيبوه برقم بصفقة ستكون الأغلى في تاريخ الدول السعودي إذا تمت هو حسان تنبكتي المدافع الأساسي للمنتخب السعودي وواحد من أفضل المدافعين العربي اللي موجودين دلوقتي ومدافع نادي الشباب لكن الشباب حتى هذه اللحظة رفت تماما اتخلى عنه لو جبوا هجيبوه بكام مسلا الرقم الرقم المباقي اللي تكلموا فيه شفايا ما قدرت الشباب 20 مليون دولار طب لو هيجيبوه محمد عبد الملعام ما فيش أرقام محطوطة أنا بقولك على الرقم حسان تنبكتي لأنه ما تكلموا فعلا ما قدرت الشباب أسألك أنت سؤال العادي لو أنت الضغطي موجود في النادي الأهلي وهتوافق على بيها محمد عبد الملعام مش أقل من 10 مليون دولار مش أقل من 10 مليون دولار ليه لأنه طلع للخليب لو محمد عبد الملعام رايح دوري إنجليزي رايح دوري أسباني وهقدر أستفيد منه بعد كده بعواقب تانية كتير وهقدر أنه لعيب نفسه قيمة السوقية تزيد وتعال أنه رايح بلعب في دوري من الدوريات الكبرى ممكن أقل على نصف الرقم 56 مليون دولار طبعا طبعا